أرجع برضو البرنامج ما بين الأغدر والأصفر والأحمر استحدثت لجان جديدة تانية على النقابة وخصوصا للطبيبات حابب برضو ننوه عنها لجانة استحدثت لجانة كتير لسه عاملين لجنة مؤخرا لفضل منازعات مثلا من الأطباء والشركات اللي بيوردوا الخامات والحاجات دايما كانت تحسين وطلعوا بقى يشتموا بعض على الفيسبوك أيوة اللي بيحفل بنشوف في الصراحة اه يعني انت زي واحد اشترى تلفزيون مش عاقب بيرت العاشة من الشركة فعملنا لجنة لفضل منازعات تبقى منها ناس من هنا وناس من هنا وبردو رأسها مستشار لجنة هي اسمها لجنة هي اسمها لجنة هي لجنة هي يعني المقررة بتاعتها أو المسكها دكتورة شهيرة واحدة من أعضاء المجلس معنا وبتعاونها برضو واحدة من أعضاء المجلس معنا اللي هي الدكتورة صفاء فؤاد وبعدين اللجنة ديها سبحان الله يعني ما عارش بقى الستات اي حكايتهم هم عمليين اصلا يعني ممكن تزود أعضاءها وتفعل فجأة أعضاءها بقى في كل المحافظات ايوما نبقى لعرض الأرزاء يعني يعني فجأة بقى في عضو أو عضو أو اتنين أو تلاتة في كل المحافظات يعني انتشار رهيب في يوم أو يوم مشاطرين الصراحة في الروحة دي يعني فجأة كده كانوا يعني الستات كانوا مجبودين عندنا فجأة فبقى عندهم لجان كتير احنا هم دلوات يبدئين بتلات حاجات اللي هي التوعية التوعية بحقوقها الوظيفية كامرأة لو لها الاجهزات الوجوبية اللي هي يعني كل أنواع الحقوق التوعية فدي قصة تانية بيعملوها فيديوهات الحاجة التانية عاملين اللي هي الشكاوي والشكاوي عاملين بطريقة أنا ممكن حاجة اسمها ask.com عاملين application اه application يدخلوا عليها بحيث ما يتعرفش حتى اللي بيشتكي ميم عشان السرية شيئة جديدة شغل فكرة عالي بالضبط يعني هم بصراحة عاملين شغل بيس جدا حاجات التحرش لأنه ممكن الطبيبة يتم التحرش بيها في المكان عملها اللي اعتداء عليهم لو شيء يصلي اعتداء فهي ماشيين في كذا حاجة مع بعض ولسه ده دي أول مرحلة يعني ماشيين في الثلاث مراحل دول ولسه بيكملوا بقى الحاجات اللي هي عايزين يعملهم بقى خصومات في أماكن معينة للنوادي معينة حاجات بقى اللي هي حاجات الستاتي آآ نعم ونحن بنأكد برضو نوم شاطرين يهو ربما يقول لكش نعاز نعمل نقابة تانية نعمل نقابة نسئية لا بصراحة المجموع مجتهدة جدا اللي بتشتغل يعني دي دي دكتورة صفاق يعني والله جات مجلس قعدت من الصبح جات معنا العياج الحر الصبح آآ بعد العياج الحر عادنا مجلس من اتناشر لتاني ستة بعدين عملت الاجتماعات وبعدين مسافرة الرجع بالبحيرة بالميكروباس واتقلب بيها يعني سبحان الله والله يحرم يلا يسلمها طب لو قلنا نصيحة للخريج الجدد أو زمال حضرتك أو الـ 68 ألف طبيب في عجالة كده ورشدت حابب تنصحهم رشدت أولا هي طبعا حسب الأدام والناس المستقرين وكلام ده كله أنا عايز أقولهم احتضنوا الزغيرين دول يعني احتضنوا اخواتكو الزغيرين كلنا كنا صغيرين في الممام احنا بيتك الكبير العائلة الكبيرة يعني الرزق بيزيد لما التعارف تجيب ناس يعني احتضنهم ما تدربهم سعيدهم ما تتكبرش عليهم دي أنا بقولها لهم دايما بقول دايما للخارجين الرحين حتى في وزارة الصحة بقوله ما تجيش تتعامل مع المريض الغالبان اللي هو جيلك ببلاش على أنه ده جايب بلاش لأنه ده أولا مش جايب بلاش ده دفع دم قلبه دفع دم قلبه درايب ودافع دم قلبه دعم متشال من عليه ودافع دم قلبه رسوم هنا ورسوم هنا عشان الدولة تاخد من الفلوس عشان يتعالج فهو مش جايب ببلاش ده جايب بفلوسه فلازم يتعامل كائن يعني لا والموضوع أولا واخيرا برضو فيه أدبيات وإنسانيات غير الأدبيات فيه ناس بتاخدها أنه هو ده المريض البلاش لا ده مش جايب ببلاش معلش ده دافع بلوس صحيح دافع بفلوس ودافع بصورة طالتك أنت قلت فيها شيء كبير من يعني أنت إذا كان الكبار يحتضنه إلى طباء فما بالك أنك أنت مفترض بتحتضن المريض رقم واحد زكاة علم على اعتبار هي كده عشان كده أنا بقول لهم مسلا بيقول لي إيه أنا إزاي اشتغل مش موفر لنا ماسكات أو ماسكات خلصت أو بداع أوكي مثلا حصل أي عجز في الموصول اتأخرت الحاجة بنشتري على حسابنا بنجمع من بعض اشتروا على حساب كل ماسكات ما تقولش مش هشتغل لا يعني لازم نشتغل ولازم نعمل بنفسنا ما فيش كده طيب أنا عايز إجابة معلش عذرا هي تبقى سريعة خالص بس بنطمن الناس أني مازال عيادات كل من زمان عيادات أطباء الأسنان في جائحة كورونا لا هي مؤمنة والناس تروح لطبيب الأسنان في أي مكان دي موضوع تاني خالص إحنا زي ما رجعت أرجع أفكرك ما فيش عمر ما حد راح لدكتور أسنان قبل كورونا لا أمش لابس جوانتي وماسك صح ما حصلش فدلوقتي يساعد بلبسوا ماسكين فوق بعض الناس بتلبس ماسك ليه؟ عشان ما تجيلكش عدوى طبعا إحنا بنشتغل في موضوعية العدوى صح فبالتالي إحنا أقدر ناس على التعامل مع سؤالي بس كان بيطمن بالناس لا ده ده راتي المجرز أو المعايير اللي بتاخد دلوقتي عشان الحتاعة أعلى بكتير بسبب كورو إن شاء الله تعالى ربنا يا رب يمتع الجميع بالصحة وانشرفت بوجودك على المستوى الشخصي وإن شاء الله ربنا يكلل تعبك بنجاح والقادم يكون أفضل للنقابة وأعضاها بذلك تحية الحضرة شكرا لحد مشاهدينا خلصة حلقة النهاردة من القيمة والقامة استفدنا معلومات طبية كتيرة وكمان طمن الطباء الجدد على إن شاء الله تعالى مستقبله ما يكون كويس وأتكلم في كل الإشكاليات اللي كانت تدور في زهن أطباء أسنان مصر العظام لهم كل التحية والتأدير ضيفي القيمة القامة أستاذ دكتور إهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر ربنا وفاوه بإذن الله شكرا وموصول كاتب الصحفي متحة موحدين رئيس تحريب برنامج أشوف كل أسبوع اللي جاي إن شاء الله في أدب وسياسة وفن ورياض في أمان الله